بالرحيم الرحمن وحمدا للواحد الديان والصلاة والسلام للأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والا أهلا وسهلا بحضرتكم في لقاء يتجدد من برنامجكم في رحاب الأزهر نتحدث اليوم عن حديث يملأ القلب سرورا ويشرح الصدر حيث أنني سأتحدث عن الأدب مع سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا وحبنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله تبارك وتعالى طاعته من طاعة حبيبه وجعل معصية النبي من معصيته سبحانه فقال ربنا جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة وقال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ولذا ألزمنا بأعلى درجات الأدب والتأدب مع سيدنا رسول الله وأعلى صور الأدب ألا نذكر اسمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مجردا عما يليق به من وصف النبوة والرسالة فلا نقول محمد وإنما نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو حتى وإن كان في الكتابة فذكر اسمه عليه الصلاة والسلام وكتابة اسمه صلى الله عليه وسلم تزيد الكاتب والمستمع شرفا ولا يحرم الإنسان منا نفسه بأن يجرد اسمه عما يليق به من صفة النبوة والرسالة صلى الله عليه وعلى حضرته وآله الذين كانوا في الخلق الجميل على مثاله وأيضا من صور الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نختصر صيغة الصلاة والسلام عليه في الكتابة بلفظة أو بحرف صاد أو كلمة صلعا كما يفعل البعض لأن الكاتب يحرم نفسه من شرف هذه المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة بكتابة الصلاة والسلام عليه كاملة فيعطي لنفسه الأجر للعين وللنسان بنطق وكتابة اسمه صلى الله عليه وسلم وندين لله بأن حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب ومن درجات الإيمان بل هو أعلى درجات الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فعلى كل إنسان منا أن يملأ قلبه وفؤاده بحب سيدنا رسول الله والحب معناه الاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم وكذلك من صور الأدب مع سيدنا رسول الله ألا نتعامل مع حضرته كما يتعامل بعضنا مع بعض لا في الدعاء ولا في قراءة السيرة ولا في قراءة السنة ولا حتى في النقل من سنته الشريفة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وأيضا من صور الأدب والتأدب مع سيدنا رسول الله أن نعلم أن حرمته منتقلا كحرمته حيا يروي سيدنا مالك بن أنس رضي الله عنهما أن رجلا على صوته في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك بن أنس يا هذا تأدب في حضرة سيدنا رسول الله فإن الله تعالى أثنى على أقوام فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وذم أقواما فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نحتاج في زماننا إلى أن نتأدب مع حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكثرة الصلاة عليه وبذكر اسمه الشريف أو كتابته بما يليق مع مكانته في قلوبنا وعند أمتنا بل عند العالم فلقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتميز بحسن خلقه وبتعامله الذي يمتلئ بحالة من حالات القيمة والأيامة والشياكة مع غيره من المسلمين ومع غير المسلمين وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم أي منزلة هي منزلة هذا النبي الأمي الذي جاء بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من ضيق العنت والتعنت وضيق الجهل إلى سعة العلم وسعة اليسر والتحضر والتمدن أي منزلة في قلوبنا وفي عقولنا لنبي جاء ليكون للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا جاء بالبشرة وبشرنا بالفضل الكبير وكل الفضل الكبير لا ولن ولم يكون إلا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف ننال الشفاعة كيف تصلي علينا الملائكة كيف نرفع في ذكرنا وفي مقامنا وفي حالنا في الدنيا وفي الآخرة بكثرة الصلاة والسلام عليه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي علي إلا صلت علي الملائكة ما دام يفعل ذلك فليقل العبد أو يكثر من صلاته علي وأيضا تغفر الذنوب وتزيح الهموم والغموم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك فما أجعل من صلاتي لك أجعل لك الربح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير قال أجعل لك الثلث قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال أجعل لك النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال أجعل لك الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال أجعل صلاتي كلها لك قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك انظر كيف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم فتح لنا بابا لمغفرة الذنوب وكفاية الهموم ولرفع الغموم وانشراح الصدر وإذا دع الإنسان منا دعاء وبدأه بالصلاة على الحبيب واختتمه بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ما بين الصلاتين مقبول بإذن ربنا فكيف لنا أن نبدأ دعاء ولا نصلي فيه على من علمنا الدعاء ومن علمنا الرجاء وكيف نرفع وقف الضراعة إلى رب العزة سبحانه وتعالى يكفينا أن نقرأ من القرآن وأطيع الله وأطيع الرسول طاعة الرسول مقرونة بطاعة الله ويكفينا أن الله جل وعلا قد خاطب أنبياءه ورسله بقوله يا آدم وكثرت الفتح محمد رسول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ نحن في زمن كثرت فيه الأمراض والأوبئة وكثرت فيه الحاجات وضاقت الدنيا على كثير من الناس بالصلاة والسلام على الحبيب نخرج من هذه الأمراض ونستعين بالله وهذا ليس باب من أبواب الدروشة كما يظن البعض إنما هو باب من أبواب التيسير على إدراك الشفاء وعلى إدراك واستدراك العطاء وسعة الرزق إن ضاقت بك الأحوال يوم فبالأسحار صل على سيدنا محمد يصلي الله رب العرش عشر على عبد يصلي على سيدنا محمد وفي مئة يصلي الله ألف فعجل بالصلاة على سيدنا محمد ولا تترك رسول الله يوم فما أحلى الصلاة على سيدنا محمد بها يسر وتفريج لكرب بها نور مستمد من سيدنا محمد وأفضلها إذا ما كنت يوم بروضته تصلي على سيدنا محمد تصلي باشتياق في مقام عظيم الشأن يسمعها سيدنا محمد ولاح النور تحسبه مضيئة وفاح العطر مسكا من سيدنا محمد بعض الناس يظن أنه يستطيع أن يفعل ما يريد بماله أو بجاهي أو بقوته لكنه إذا استعان بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم أدركته الهداية قال ربنا جل وعلا لحبيبه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بلى إلى الله تصير الأمور وقد حدثنا عن حبيبنا فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم وبعض أهل القراءات يقرأها هكذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز ثم يقف ويبدأ بقوله عليهما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم انظر كيف أمده الله جل وعلا بأسماء من صفاته العليا وأسمائه سبحانه وتعالى ليبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم يحمل عنا التبعات نعم هو من أنفسنا ومن أنفسنا وهو سيدنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم ولولاه ما خرجت هذه الأمة من رعاية البقر والإبل والغنم وصاروا سادة وأمراء وملوك على سائر الشعوب والأمم وعلموا الدنيا كلها كيف يكون الاتباع لسيد الإنسانية صلى الله عليه وسلم علمنا الرحمة وعلمنا الشياكة وعلمنا فن التذوق وعلمنا كيف ننطق ونتحدث وكيف يظهر الإنسان منا بمظهر جميل أنيق يتناسب مع شكله ومشيته ويتناسب مع الحضارة التي يعيش فيها ينظر إلى رجل في مسجده الشريف أتى وقد تناثر شعر لحيته وتناثر شعر رأسه فقال ألا يجد هذا ما يهدم به رأسه ولحيته إن الله جميل يحب الجمال انظر إلى رقة سيدنا رسول الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفاكهة وكان يحب العطور وكان يحب معايشة الأطفال ومجالستهم تأتي الفاكهة في بوادرها وفي مستهل أيامها فيؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بباكورة الفاكهة فينظر إلى أجمل وأنضج ثمرة فيها في الباكورة فيأخذ أجمل وأنضج وأحسن ثمرة من الفاكهة ثم يبدأ فيشمها بأنفه الشريف ثم يمررها على عينيه ثم يمررها على شفتيه كأنه يزينها ويهيئها لتأخذ من جماله صلى الله عليه وسلم ثم ينظر إلى أصغر طفل في مجلسه فيعطيه إياه عشان كده كان بيحب الحياة ويحب العطور ويحب أن يلاعب الأطفال ويتحدث إليهم بود ولذا فإن على الجميع أن يتأدب إذا تحدث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن يتأدب في كلامه لأنه زكاه ربه وطهره وأدبه فأحسن تأديبه وعلى المسلمين أن يعلم العالم كيفية الأدب مع من علمنا الأدب صلى الله عليه وسلم لأنه قال في سنته المطهرة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية صالح الأخلاق وعلى الناس أيضا أن يتعلموا أن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحط عن الإنسان الخطايا والسيئات ويرفع الدرجات ويمنح الخيرات ويأخذ الإنسان إلى طريق الطاعات بينما سوء الأدب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع من أنواع الغلظة والقسوة سيدنا مالك كان يسير في مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حافيا وتأدب بكل أدب ويقول ربما تطأوا قدمي بحذائي موضعا قد وطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مغالاة في الأدب لكنها ليست بمغالاة هو نوع من أنواع المبالغة في التأدب مع حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان يفتي وأتحدث في الفقه أو التفسير أو السيرة لكن إذا أراد أن يجيب عن سؤال في حديث سيدنا رسول الله أو أراد أن يتناول في حديثه الكلام عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أو تكلم في الحديث ذهب فاغتسل وتوضأ ولبس أحسن الثياب وتعطر وتزين وجلس في مجلسه ثم نقل بالسلسلة الذهبية عن سيدنا رسول الله وهو إلى جوار مقامه لأنه يعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أعمالكم معروضة علي أن أعمالكم تعرض علي ويفرح بأعمالنا إن كانت خيرا أو في طريق الهداية والصلاح ويستاء من أعمالنا إن كانت شرا أو فيها نوع من أنواع العداء والبغط إن أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تجمعها كلمة التوحيد ومحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بين وأجمل وبالغ وأبلغ وأحسن في قوله أيها الناس ألا إن إلهكم واحد ألا إن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح يجبر بخاطر الفقراء والمساكين يعلم الناس أن جبر الخواطر عبادة من العبادات يعلم الناس أنه لا فرق بين فلان وفلان كلكم لآدم وآدم من تراب إحنا بدأنا في زمننا وفي الأزمنة السابقة الواحد فينا لما يقابل واحد ويتكلم معاه وتحصل حالة من حالات الضيق فيقول له أنت عارف أنت بتكلم مين أعرف أتكلم مع حفنة من التراب والماء إنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إذا تأدبت مع الحبيب صلى الله عليه وسلم تعلمت الأدب مع أحباب الحبيب تخيل سيدنا النبي يسأل سئله ما الدين قال حسن الخلق وخطبه ربه تبارك وتعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله على حضرته وآله الذين كانوا في الخلق الجميل على مثاله ضرب أموذجا رائعا في حسن الأدب وحسن العشرة وحسن الجوار وحقوق الجيران وعلمنا حقوق الآباء وحقوق الأبناء وأرسى فينا قواعد الاحترام والقيم الإنسانية فأخبرنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف شرف صغيرنا أو يعطف على صغيرنا يعرف شرف كبيرنا ويعطف على صغيرنا وعلمنا أيضا أن نتعامل بحسن الخلق مع الغير بين الزوج وزوجته بين الجار وجاره بين الأبي وابنه بين الأخي وأخيه بين الجميع وبعضهم البعض يجمعنا رحم الإسلام عشان كده قال لك لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح إنما المؤمنون إخوة علمنا في سنته مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسل الواحد إذا اشتك منه عض تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى وأيضا علمنا صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا بس علمنا فلا تزكوا أنفسكم القرآن قال لنا كده فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لأن البعض يدعي إنه محب لسيدنا النبي وإنه مؤدب ومتأدب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا جاء الكلام عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تجده يتكلم كأنما يتكلم عن واحد يعني من بيننا هو منا ونحن منه لكنه أعلان وأفضلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الحب لا يكتملوا إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين وماله فسيدنا عمر بن الخطاب راجل صادق وراجل يظهر يظهر ما يبطن فيقول لسيدنا النبي والله لا أنت أحب إليه من ولدي ووالدي ومالي والناس أجمعين إلا نفسي فقال لا يا عمر سيدنا عمر يسكت لحظات كده وبعدين يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أنت أحب إليه من نفسي فسيدنا عبدالله ابن عمر بيتعلم من الاب حسن اللغة وطريقة الحوار الله كنت من دقايق بتقول له لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي ومالي والناس أجمعين وإلا نفسي وبعد دقايق قلت لأنت أحب إلي من نفسي فماذا حدث قال سيدنا عمر فكرت في يوم القيامة من هو الأنفع لي نفسي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينفعني في دنياي وفي آخرتي فأحببته أكثر من نفسي يجب علينا أن نحب المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا ومن أولادنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا ومن الناس أجمعين وده من ضمن عقدتنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا إزاي يتعامل الإنسان مع ولده ومع ولده أحياء وأمواته وكيف يكون الابن بارا بأبيه وكيف يكون الأب بارا بأبنائه وكيف يتعامل الإنسان مع زوجته قبل أن ينجب وبعد أن ينجب وعلمنا أصول التربية حسن الأدب حسن العشرة حسن الجوار علمنا إكرام الإنسان حتى بعد وفاته من التغسيل والتكفير والصلاة عليه والدفن لو لا ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم لكانت الدنيا تعيش في صراع في حديث سيدنا أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يصطرعون فقال ما بال هؤلاء القوم فقالوا يصطرعون وفيهم رجل صريع يعني لا ينتدب إليه أحد إلا صرعه وضربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أدلكم على من هو خير منه قالوا بلى يا رسول الله قال رجل أغضبه رجل فصبر عليه وكذم غيظه فغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه وقاهره وغلب نفسه وشيطان نفسه الإنسان لو تعلم من سيدنا النبي سيتعلم كظم الغيظ والإحسان والعطاء عطاء من لا يخشى الفقر انظر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم واستغفر لهم الرسول فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون وفي آية ربنا بيقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم بل وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم من باب الأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته المطهرة أو المنورة أو المنورة أنه إذا ذهبنا إليها نلين لبعضنا البعض في بيعنا وشرائنا وحديثنا وكلامنا وزيارتنا ونتأدب وندخل إليه بالسلام والصلاة عليه بكل أدب وهدوء ونحاول نتعايش مع كلام ربنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ونحاول أن نفهم معنى قول ربنا تبارك وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ولا يرفع واحد منا صوته في مسجد سيرنا رسول الله بل في كل المساجد لأن سيدنا النبي علمنا حرمة المساجد وهيبة المساجد ومكانتها في قلوبنا يعني ما ينفعش إن احنا نحاول نخلي المساجد أماكن عادية كده حد من الشباب يروح ياخد كرة ويلعب في المسجد أو يعمل حاجة جوى المسجد هذا لا يجوز لأن المسجد بيت الله والناس فيه أضياف الله نتأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكون كرماء لأنه كان كريم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وتروي السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها فقالت ذهبت كلها وبقي كتفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها غير كتفها عشان يعلمنا الكرم ويعودنا على الجود والإحسان ويعلمنا العطاء بلا انتظار مقابل ويعلمنا كمان دفع السيئة بالحسنة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أنا هاختم بموقف سيدنا النبي في أحد لما غار المشركون على سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوف الرضاعة أقاموا بقتله وبعضهم قال أنهم مثلوا بجسته ذكر المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفسه لأمثلن بسبعين منهم لأجلك علشان عمه فنزل قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحسن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولا يعلمنا إن من عصى الله فينا نتق الله فيه ونتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله ونتأدب مع سيدنا رسول الله سواء كان في ذكر اسمه أو كتابته أو الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أو التأسي به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ودائما أذكر نفسي وحضراتكم بأن احنا نتواصل دائما على صفحة البرنامج على الفيسبوك بالأسئلة والاستفسارات والتوجيهات عشان نشوف رؤية المشاهدين متجهة نحيد فين نتكلم فيها ونتناول مع فريق الإعداد ما تريدون ونتحدث عنه ومن أراد أن يترك في الناس علامة فليقابلهم وعلى واجه ابتسامة وأختم حلقة هذه بدعاء سائلا المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يمدنا بمدد من عنده وأن يرزقنا الصواب والسداد والتوفيق والعون والمدد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا اللهم خلقنا بأخلاق سيدنا رسول الله واجعلنا ممن يتأدبون مع حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلمنا من علوم سيدنا رسول الله وفهمنا بفهم سيدنا رسول الله وحشرنا في زمرته وتحت لوائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ألبسنا بخلعة القرآن وزينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ونجنا من النيران بحرمة القرآن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قروة أعين وجعلنا للمتقين إماما وارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن علمنا وكل من كان له فضل علينا اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن ذوينا السلام يا عاني من لا يعلم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أمين بالعلم تسار